هل تستفيد إسرائيل من أزمة السفينة لإنشاء بديل لقناة السويس؟ وهل حقا تم اقتراح لحفرها بالقنابل النبوية؟ تابعوا معنا إيجاد بديل إسرائيلي لقناة السويس أو قناة السويس الإسرائيلية كان أمرا يناقش في إسرائيل حتى بعد تعطل قناة السويس بسبب جنوح سفينة عملاقة داخل ممرها الملاحي واكتسبت هذه الفكرة زخما بعد التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات واليوم مع التعطل التجارة العالمية برمتها يتم تسليط الضوء على فكرة إيجاد بديل إسرائيلي لقناة السويس سواء كان هذا البديل خليطا من الخطوط الملاحية والقطارات وأنابيب النفط والغاز أو حفر قناة موازية لقناة السويس المصرية ويرى الكاتب أندرو جوس في مقالم في صحيفة The Times of Israel الإسرائيلية نشر في نوفمبر 2020 أن قضية بناء بديل إسرائيلي لقناة السويس أو ما يسمى بقناة السويس الإسرائيلية وبالتالي إنهاء احتكار مصر لعبور البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط سيفيد اقتصاد إسرائيل والعالم وتفيد العلاقات الدولية والوضع الأمني لإسرائيل حسب قوله ويقول المسافة بين خليج العقبة والساحل الغربي لإسرائيل على المتوسط أطول بقليل من المسافة بين خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وهو ما يعرف ببرزخ السويس حيث حفرت القناة قبل 150 عاما وتشير هذه النزة الجغرافية الإسرائيلية وزيادة الطلب على قناة السويس إذ أنه إذا قامت إسرائيل بحفر قناة تصل بين البحرين المتوسط والأحمر فيمكنها جذب بعض عائدات السفن التي تبحر بين البحرين بعيدا عن مصر ويعدد المنافع الاقتصادية التي ستأتي من تأسيس بديل إسرائيلي لقناة السويس كما يزعم أن فوائد ما يطلق عليه قناة السويس الإسرائيلية ستعود على كل العالم لافتا إلى ظهور تقارير في الأشهر الأخيرة عن تجنب السفن للسويس بالتجول في جنوب إفريقيا واختيار وقت سفر أطول بسبب الرسوم التي تصل إلى 700 ألف دولار لبعض السفن وقال إن وضع مصر شبه احتكاري وطلب غير مالين نسبيا على القناة يسمحان لها بفرض رسوم عالية دون التعرض لخسارة كبيرة في الطلب ويرى أن هناك ميزة لإسرائيل من إنشاء هذه القناة وهي أنها يمكنها استخدام معرفة متاحة عن وضع قناة السويس لتخطيط مجرى مائي بتخاليف تشغيل أقل وكفاءة وقدرة أكبر ولا تتمتع مصر بهذه الميزة لأنها تمتلك بالفعل قناة السويس وقد تتطلب التعديلات تغييرات باهظة الثمن ومدمرة حسب تعبيره ويضيف سيضمن الممر المائي أيضا أن يكون للدول الأخرى مصلحة عقلانية في حماية الأمن الإسرائيلي لأن تهديد إسرائيل سيهدد القناة وبالتالي التجارة العالمية لذلك سيكون لديهم مصلحة في العمل ضد القوات المعادية لإسرائيل أما عن تأثير إنشاء بدين إسرائيلي لقناة السويس على العلاقات بين الأبيب والقاهرة فيرى أنها قد تؤدي إلى توطرات قصيرة المدى بين البلدين وهو وضع متوقع عندما يدخل لاعب جديد في سوق يهيمن عليه أحدهم لفترة طويلة ومع ذلك على المدى الطويل مع قيام مصر بتحسين قناة السويس لتسهيل انخفاض الأسعار وزيادة حركة المرور جراء المنافسة سيتأقلم كلا البلدين على التعايش في السوق علاوة على ذلك فهو يزعم أن الإجماع المتزايد المؤيد لإسرائيل في الشرق الأوسط والقوى الاستراتيجية التي تدفع من أجل التعاون ضد ما تعتبره العديد من الأنظمة في الشرق الأوسط تهديدات مشتركة مثل إيران وتركيا قد يبدد بسرعة أو يحد بشكل كبير من أي تأثير سلبي قصير المدى اقتراح لحفر قناة السويس الإسرائيلية بواسطة القنابل النووية المفاجأة الكبرى أن الولايات المتحدة قد بحثت فعلا ذكرة حفر قناة بديلة لقناة السويس في إسرائيل والأغرب أنها فكرت في حفرها بواسطة القنابل النووية حسب ما ذكر تقرير لموقع بيزنس إنسايدر الأمريكي فلقد كشفت مذكرة رفعت عنها السرية عن هذه الخطة الأمريكية التي طرحت سنة 1963 أي بعد أقل من عقد من أزمة السويس والتي نشبت جراء العدوان الثلاثي من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر والذي بدأ عبر افتعالة الأبيب لحرب في سيناء استغلتها لندن وباريس لإحتلال قناة السويس لفرض سيطرتهما عليها وذلك بعد قرار جمال عبد الناصر تأميم القناة وفقا للمذكرة فإنه كان سيتم حفر أكثر من 160 ميلا باستخدام المتفجرات النووية لإنشاء بديل إسرائيلي لقناة السويس وهي قناة تمتد من البحر الميت عبر صحراء النقب وتصل البحرين المتوسط والأحمر وحسب حسابات فنية نظرت الولايات المتحدة في اقتراح باستخدام 520 قنبلة نووية بدلا من تكلفة الحفر بالطرق التقليدية التي وجد أنها ستكون باهظة ويقول الموقع الأمريكي لم يتم تنفيذ الخطة لكن وجود ممر مائي بديل لقناة السويس كان من الممكن أن يكون مفيدا اليوم في ظل وجود سفينة شحن عالقة في المسار الضيق وسد أحد أكثر الطرق الشحن حيوية في العالم واعتمدت الفكرة أن هناك 130 ميلا من الأراضي القاحلة الصحراوية غير المأهولة فعليا وبالتالي فهي قابلة لاستخدام أساليب الحفر النووية لكن المذكرة تصورت أن إحدى المشكلات التي لم يأخذها المؤلفون في الاعتبار قد تكون أن الدول العربية المحيطة بإسرائيل ستعارض بشدة بناء مثل هذه القناة وجاءت المذكرة بينما كانت لجنة الطاقة الذرية الأمريكية تبحث استخدام التفجيرات النووية السلمية لتأسيس مشروعات مدنية وحسب ما ذكرت مجلة فوربس في سنة 2018 كان هناك أيضا خطط لاستخدام هذه الطريقة لحفر قناة في أمريكا الوسطى لكن وجد أن استخدام القناة النووية في مثل هذه المشروعات سيؤدي إلى انتشار إشعاع نووي بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر